وفي التوقيتات الزمنية الأخرى أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فاق جابر عودة 935 نازحا من مخيم أشتي في محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين وقضاء سنجار في محافظة نينوة قامت ملكات الوزارة بتسليم سقوك المنحة المالية البالغة أربعة ملايين دينار للنازحين داخل المخيم إضافة إلى السلع المعمرة شاشة بلازمة وطباخ وثلاجة والمواد الإغاثية على الأسر العائدة تأتي هذه المبادرة ضمن توجيهة رئيس مجلس الوزراء محمد الشعاء السوداني لتشجيع الأسر النازحة في المخيمات على العودة الطوعية قبل موعد إغلاقها وإنهاء ملف النزوح في الثلاثين من تموز المقبل ترجمة نانسي قنقر